برنامج الشيخ زايد الإسكان المرحلة الأولى من مشروع مدن الخير تزامناً مع تخصيص عام 2017 عاماً للخير مدن الخير هي إحدى أهم المبادرات التي أطلقها برنامج الشيخ زايد الإسكان بهدف تعزيز التماسك والاستقرار عند الأسرة المواطنة وجاء إطلاق المبادرة بتوقيع اتفاقية تمويل مدن الخير واتفاقية تنفيذ تسع مساكن بمنطقة القوز 2 في إمارة دبي بتكلفة تبلغ تسع ملايين درهم وتقوم المبادرة على إشراك مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال مما يساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات بتعزيز التلاحم المجتمعي ومبادرات الخير في عام الخير اليوم هذه المساكن اللي نراها في هذا الحي بالمجمل هي لبرنامج زايد للإسكان وبمجملها الحقيقة فيما عادها مجموعة منها تأتي ضمن سعي برنامج زايد لإسكان المواطنين ودعم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسكان المواطنين وجعلهم في أماكن مستقرة جعلهم في أحياء سكنية قادرة على الديمومة نحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع مع الحكومة الإماراتية لتعزيز التلاحم المجتمعي وخدمة المواطن خصوصا ونحن في عام الخير وتضمن حفل توقيع الاتفاقية زيارة ميدانية لمعالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان لأحد النماذج المعتمدة للوحدات السكنية التي صممت لتراعي متطلبات الأسرة وتلبي احتياجاتهم السكنية والاجتماعية الحمد لله في فضل الله اليوم وقعنا عقد تنفيذ تسع فلل في عام الخير لنفع المواطنين ونفع البلد إن شاء الله ويكون مشروع ناجح بإذن الله ويكون على نفس المستوى أحسن من اللي احنا فيه ده كمان بإذن الله المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن تنفيذ تسع مساكن بقيمة تسع ملايين درهم وبمدة تنفيذ تصل إلى ستة عشر شهر ويضم المشروع مساكن ذات الطراز المعماري الحديث والطراز الأندلسي إلى جانب الطراز الإسلامي وتبلغ مساحة المسكن الواحد قرابة ثلاثة آلاف وخمسمائة قدم مربع نعم لفعل الخير في عام الخير مبادرات واتفاقيات يتم التوقيع عليها لكي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والخيرون لا يغفلون عن مبادرات الخير لأخبار الدار السعود الكتبي من إمارة دبي ترجمة نانسي قنقر